يلا شباب شوكم شخباركم ومشيالك كله بخير وصح وسلامة طبعا عذرا دا اصوروا بهالشكل هذي عنامود اريد اقدم لكم همن الفائدة فقط للمعلومية فقط للناس اللي لحد الان بده ادور على طرف الثالث عنامود الشغل اللي اللي ادت البلاي ستيشن 5 او ادت الشغل الجهاز البلاي ستيشن 5 على نسخة البلاي ستيشن يعني مثلا احنا اريد انشغل مثلا لعبة بطل فيلد جديدة او اريد انشغل مثلا الفنغارد جديدة او اريد انشغل فارق راي جديدة يعني اثاني لعبة جديدة احنا على لعبة شنية اللي هي الكود عفو البطل فيلد الفين اثنين واربعين اريد انشغلها بطريقة او اريد انشغلها على طريقة الكرانيك زين او الزيميبيكس اليوم هذا الشيء رح اجيب لك شون رح اشغل الزيميبيكس على اللعبة هذي بطل فيلد اه جديدة طيب رح اشرح لكم بالتفصيل تعالين اياك وخلي اشرح لك بس قبل اشرح لك وشوف هذي المعلومات اتمنى من عندك انه تشترك بالقناة وتفعل جرسنا بها وتدخلي لك هذا الفيديو وما رح اطل عليك السافي وراح اقول لك تعال خلا شوف وقت جديد بالموضوع شنو هي قطعة الزيميبيكس طيب انت اول ما تربط الزيميبيكس خليه فوكس الكاميرا انت اول ما تربط الزيميبيكس هذه هي القطعة الزيميبيكس اول ما تربطها قبل داركت بالحاسبة وتريد تربط ويها ليدة البلاي ستيشن 5 ما رح تشتغل وما رح تتعرف على يدة البلاي ستيشن 5 ابدا ما رح تتعرف فشي تسوي انت يا صاحبي تجيب طبعا انت مو تجيب هبات نفس ما انا مسوي هذا الهيب جاي ميان جاي من الديس اكتوب اللي انا خالها جوه جوه هذا الميز الحاسب مطلع من عده هذا الهيب هذا الهيب يو اس بي ثري بوينت سفر فشي تسوي حاط المايك وحاط الهدفون ماتي والسماعات وايضا خال هذا السلك هذا الواير هذا رابطة بالكان وهذا هي القطعة للزيميبيكس مثل ما هل شيشون طبعا هذي هي القطعة الزيميبيكس اذا تربطها دائركت بالحاسبة يعني دائركت بالحاسبة او ديس اكتوب اللي عندك او اللابتوب ما رح تتعرف على يدة البلاي ستيشن 5 فشي تسوي يا صاحبي علم تتعرف تجيب هب يا اما من هذا يا اما من هذا يا اما من هذا كل نوعية منتازة يعني نوعية اصلية فتربط للزيميبيكس بهذا الهب لان هذا الهب معرف يعني بسر يعني هاذا انا ربطت على لها بالUSB 3 طبعا على فكرة الحاسبات الحديثة والحاسبات حتى القديمة بها USB 3.0 بس من تربط عليه ما رح تقرأ ما اعرف يعني شو انا ربطت على هذي هم ضبطة ويايا يعني طبعا هذي تجربة على الفترة صارت ويايا يعني طيب من ربطت الزيميبكس على الحاسبه دايريكت ما اشتغلت اليدة لبلايستيشن فايت ابدا مشتغلت تشتغل بس يدة البلايستيشن فور اللي هي هذي هذي اليدة تشتغل غس رح اشوف قدامكم اثيان هاتين يدات رح اشغلهم على قطعة الزيميبكس ويقوية والهب اللي USB 3.0 هاذي ربطت هنا الزيميبكس على الهب ما الحاسبه وطلعته هب ثاني على متشسوي اخلي بيه الكيبورد واخلي بالموس طبعا هذي السلك هذي ما اليدة البلايستيشن فور وهذا السلك الثاني اول واير هذي ما اليدة البلايستيشن فايف طبعا هسا بالوقت الحالي شم شغل هاني امشغل نظام اليدة البلايستيشن فايف طيب هسا رح اشوفكم ان شوع رح انشغل هاد طيب رح اشوف اكس هسا شنو هساش مشتغل عندنا مثل ما يشوفون هسا عدنا مشتغل الكامترولة ما البلايستيشن فايف طبعا هسا هذي كامترولة على نظام البلايستيشن فايف يعني هذا على الزيميبكس ونفس الحالة تقدر تستخدم الكيبورد مثل ما يشوف رح احرك هذا مثل ما يشوفونه شباب بده احرك الكيبورد على اللعبة يعني كش يشتغل عليه من على يدة البلايستيشن فايف اذا كناس تريد يعني شغل ما تقول ما رده شغل يدة البلايستيشن فايف او ما عدها يدة البلايستيشن فايف كي تشغل في تقدر خير يدة البلايستيشن هوا ما حينك سوف احمر لقناه يدة البلايستيشن فايف وربط على ليدة البلايستيشن فايف على يدة بلايستيشن فايف يعني اليد هادي السلك في الان من هائها يوما نشوفوونى هذا يدة البلايستيشن فايف مثل ما تشوفون بو bulneستها وستشكل هسه. انا بياك اليدة. مثل ما تشوفون هذي اليدة. ما للبلاي ستيشن فور. هسه انا ركبتها. بعد ما تركب هذي اليدة. شو سوي? الطف الزمي بيكستمرسها. وترجع شكلها. بس خليت خلت ترجع تتكنك. ذاك اليوم فتح بث. طيب هسه كنكتين يا اصدقائي. طيب هسه كنكت مثل ما تشوفون. هسه طبعا اليدة ملصت هاني. ما كنت احاكم. هسه يعني بين الطريقتين هذي على زمي بيكست رح تكون شغالة. مثل ما تشوفون هذي اليدة شغالة وكل مشاكل ما رح نحصل معه. ندوس اكس خل ندخل. هذي اليدة. وايضا على الكيبورد. هذا الكيبورد. هذا الكيبورد مثل ما تشوفون قاعد دا تحكم بي تحكم كامل مثل ما تشوفون. هذا هو التحكم. يعني الفرق اللي راح تسويه شنو? الفرق انه انت راح تجيب هب. تجيب هب لون نفس هذي. لون نفس هذي. خلص تحني المشكلة ماتك وتخلي. هذي الهب ملق هذا ملق دخل بي. لانا عندي هنا صايرة صايرة عدي زمي بيكست رابطها. هاي حاسبة. هاذا نظام حاسبة طبعا جابي من الواير جابي من الحاسبة. رابطة هنا. فحاط الكرونيكس وخالي السماعات وخالي المايك. فمعلك انت يعني انت اكيد حتجيبه فاضي تخلي عليه زمي بيكس وعندك بعض خانات فارغة شي تتحط حط به. وطلع هب. وطلع هب ماتة الاصلي او اجيب واحد عندك ثاني تخلي. يعني عادي اجيب مثل هاذا. مثل هاذا ماتة المال الزمي بيكس اصلي. يعني اقصد الزمي بيكس. اللي هب ماتة الاصلي. هذا الهب بعد تشوفونا هذي. عادي ما هي مشكلة. بساني لانه داما اقلوا بايرات يطيني اكثر من يو اس بي. عندي هنا يو اس بي فاضي. فادرات تربط من? اربط اليدات اثنين. بين اربط هذي وافصل هذي. بين اربط هذي وافصل هذي. خلص بس هذي الفرق. لازم تربط الزمي بيكس على هب يو اس بي بوينت اه ثري بوينت سفر. واضح? يلا شباب نشوفكم على خير ونشوفكم على مقطع فيديو جديد ان شاء الله ونقلكم تيما الله.